الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولهم بعد تحياكم الله وانخوات في حلقة جديدة برنامج آية وفايدة معنا قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا يوما واحذروا هذا اليوم أي يوم يوم القيامة هذا اليوم الذي يكون فيه المرجع إلى الله سبحانه وتعالى لما إنسان يصاب مصيبة من وفاء أو غيرها ماذا يقول إنا لله وإن إليه راجعون مهما كانت صولاتك وجولاتك في الدنيا فالمرجع وين؟ إلى الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا يوم من ترجعون فيه إلى الله في ذاك اليوم العظيم ماذا يكون؟ يقول الله سبحانه وتعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت يكون حقها مستوفة وكامنا ما ينقص شيء يعني يكون فيه أعمال أنت سويتها في الدنيا تأتي يوم القيامة وما تلقى هذه الأعمال ناقصة طائحة ممسجلة مستحيل هذا يصير وياعنا في الدنيا أن الإنسان يعني يمكن يأتي في نهاية السنة أو عند التقاعد يكون فيه أشياء مموجودة بملفه أشياء قام بها يعني إنجازات كبيرة وين راحت؟ ممسجلة ليش؟ نسى يسجلها أو سجلوها وانتقل دواما من مكان لمكان وضاعت الملفات فهذا يحصل في الدنيا أما عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة مستحيل كل شيء موجود طبعا لا شك إذا كان كل شيء موجود ماذا تحب أن ترى في سجلاتك يوم القيامة لا شك نحب أن نرى كل خير ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لا ينقصون أي شيء هذه الآية أخواني أخواتي من العلماء من قال أن هذه آخر آية نزلت في القرآن آخر آية نزلت في القرآن هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وطبعا في غيرها من الأقوال يعني ما في نص عندنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه آخر آية وبالها نزاع لكن يعني في خلاف من العلماء بين كم آية وصورة فهذه كآية آخر آية نزلت من القرآن على قول بعض العلماء ففيه التذكير بماذا في الختام من القرآن من كلام الله سبحانه وتعالى يختم الله سبحانه وتعالى كلامه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بتقوى الله وهذا الأمر المتكرر إذن أخواني أخواتي لما نقرأ قضية التقوى في القرآن وحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علينا كذلك أن نذكر ولا نمل ولا نسأم يعني نذكر الآخرين بتقوى الله سبحانه وتعالى يفلان اتق الله يمكن واحد يذكر مثلا صاحبة يمكن يذكر ولده يعني همنا هذا شيء جميل أن يكون التذكير مع الأهل والأولاد بتقوى الله سبحانه وتعالى خادم خادمة مسؤول مسؤولة موظف موظفة اتقوا الله يمكن واحد مثلا أن شوفه يعصب أن شوفه يسيء المعاملة فنذكره بتقوى الله وعلى الإنسان المذكر يعني الذي ذكر بتقوى الله سبحانه وتعالى لا ينزعج يعني شوفه في ناسهم لما تقول له يا فلان ما يخالف اتق الله وليش تقول اتق الله شو سويتنا طيب نقول إن إذا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بتقوى الله يا أيها النبي اتق الله سبحان الله يعني ما فيه مشكلة بالعكس أنت عليك أن تشكر الإنسان الذي يذكرك بالله العظيم سبحانه وتعالى فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصيره كذلك نستفيل أخواني خواتي من هذه الآية التي جاءت في ختام آيات الربا تذكير المرابي والذين يتعاملون بالربا بتقوى الله سبحانه وتعالى فمن الأمور التي تعين الإنسان على ترك المعاصي تقوى الله فسبحان الله الإنسان إذا اتق الله سهول عليه فعل الأوامر وترك المعاصي شين معنات أن الإنسان يتق الله يستحضر نظر الله سبحانه وتعالى يستحضر سمع الله سبحانه وتعالى يستحضر علم الله سبحانه وتعالى أن الله يراني الآن الله يعلم ما في نفسي رب العالمين يدبر الأمر رب العالمين يحمي المؤمنين تعرفون أخواني أخواتي لما الإنسان يستحضر هذه المعاني ورح يسل عليه طاعة الله سبحانه وتعالى لكن إذا غفل الإنسان عن هذه الأمور فيجد صعوبة في طاعة الله سبحانه وتعالى يجد صعوبة في الصلاة وفي الصيار وفي الصدقة وكذلك يجد صعوبة في ترك المنكرات ترك الكذب والغيب والسرقة والنميمة والغش هذه الأمور يعني سبحانه الله تكون صعبة على الإنسان الذي لا يتق الله لكن إذا حقق تقوى الله سبحانه وتعالى سهولت عليه هذه الأمور كذلك أخواني أخواتي نستفيد من هذه الآية أن تذكر أن المرجع إلى الله سبحانه وتعالى أمر مهم في حياتنا فالإنسان ليس بمخلد في هذه الدنيا الإنسان له بداية وكذلك له نهاية هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورة؟ نحن نحتاج والله إخواني أخواتي نحتاج إلى التذكير بعض مرات يكون الإنسان لاهب دنياه وكأنما راح يموت وإذا جيت تتذكر على الموت يزعل ليش تخوفني؟ ليش تضيق خلقي؟ هي القضية مو أن الإنسان يضيق خلقه ونبي يعيش في اكتئاب لا هي تكون تذكرة لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وذكره هذه من لذات نكثر ليش؟ لأن الإنسان إذا تذكر الموت سيستعد له لكن إذا كان فيه غفل عن الموت ما راح يستعد شلون واحد يستعد الموت؟ استعد حق شي يكونوا إياه في القبر لأن الإنسان إذا أخذ إلى القبر في الجنازة ثلاثة يتبعونه أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع بعد الجنازة ما تخلص من الذي يرجع؟ ماله وأهله ما الذي يبقى؟ يبقى عمله فإحنا نبحق هذه اللحظة هذه اللحظة لما الإنسان يكون في قبره ومعه رجل جميل المنظر يعني فيه أمس في مجالسته من هذا؟ يقول أنا عملك الصالح فنحتاج للاستعداد لهذه اللحظات ونحتاج أن نستعد لهذا العمر وهذه الحياة التي تسميها الحياة البرزخية البرزخ يعني الحاجز بين الدنيا والآخرة فالإنسان الذي يكون في قبره لوحده يحتاج لأنيس معه وهذا الأنيس يكون هو عملك الصالح واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ضيف التذكير باليوم الآخر وهو جداً أخواني أخواتي طبعاً من مقصود أن أنا 24 ساعة أكون حاط في بالي اليوم الآخر بحيث أصل إلى درجة الاكتئاب والجزع والقنوط من روح الله لهذا خطأ ومرفوض بل تكون التذكير بين الحين والآخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما قال المسعود يعظونا ويذكرنا ويتخولنا بالموعظة ليش؟ كراهة السآمة علينا شو معنات يتخولنا بالموعظة؟ يعني يتحين الوقت المناسب بالموعظة حتى ما نسأم ولا نمل فقضية التذكير باليوم الآخر أمر ضروري جداً ولكن على الوعظ أن يختار الوقات المناسبة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردة جميلة جزاكم الله خيراً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته